ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر كيروز اكترهم تطورا البوليميرس بيجي معهم اديتبس هلا البلاستيسيزير اللي قعدنا نحكي عمه المرة الماضية هو واحد من انواع الاديتبس اللي بناستخدمهم يجب ان تتذكر انه كتير من البلاستيسيزير صناعيه او كارسينوجين لكن بستخدموهم بالصناعات العامة بشكل عام طالما ما رح نستخدمهم اندارك كونتاكت مع الجسم او ما رح نحط فيهم اكل طبعا فيه عندنا زي ما انا حكيت لكم البوليميرس الكونتينير بيكون عليها ارقام من واحد لستة اعتقل واحد انه لمرة واحدة اثنين ممكن استعملها لالاكسترنا الرابيج اتسا اعتقد خمس وستة ارسيخ الشغلة الثانية هي طبعا بسبب الاديترز ازوي البلاستيزر شو بيعمل في البوليمر البلاستيزر هو اللي بيعطي البوليمر لفلكسابيليتي اوكي التراويب هلا في بوليمر بتيجي طرية هيك خلقتها انا هي طرية اوكي بتيجي فلكسابيل لكن في بوليمر بتبقى الفلكسابيليتي تبعتها كتير قليلة بيبقوا ريجد اقرب الى الريجد هدول اللي بيبقوا ريجد ما بقدر اعمل منهم اشكلهم زي ما بدي بيكونوا مش بروسسابيل احيانا مثلا انا بدي اعمل ملابس الملابس كتير منهم اكريليكت حكينا المرة الماضي انه في ملابس بتعمل سرطان وسمعنا فيهم ملابس صينية دخلات بتعمل سرطان اللي كواليته تبعتها مش كويسة بسبب البلاستيزر الخيوط حتا تصير فليكسبة وتاخد الطراوي اللي هم اخذيتها بيحطوا معهم بلاستيزر هلا كشو البلاستيزر بيعمل؟ بيعمل خلينا نحكي فيلم فورم ماتيريال المي هي ابسط البلاستيزر لكن انا بقدر استخدمها المي انها بتتبخر وبرجع الاشيه تقطر في بعض البلاستيزر بس تحطوه بلي فريزر بتلاقون كسر لأنه نزل تحت谁 ن يمنى تح售 زرافج في Broken polyمر خاصية بعض البلمر لهم خاصية لقلاستيزر تحت هyanل تشربdogs تبقون رجد وفوق هادا التمبريتشر بيبقوا فليكسبل فإحنا البلاستيزر شو بيعمل اللي إلهم هاي بلاستيزر بنزل لهم للاستيزر فبيصيروا أتروم تمبريتشر بدرجة حرات الخمسة وعشرين بيكونوا أبوف the glass transition بدلنا تكون للاستيزر 80-90-100 والبوليمر أتروم تمبريتشر هارد بريجيت ينكسر بسهولة لا بنزل أنا الغلاستيزر باستيزر فبيصير أتروم تمبريتشر بيصير مثلا للاستيزر صفر فليكسبل لما يبدأ يتبخر أو يطلع منه البلاستيزر فيه بيطلع لما تحطوا أواني بلاستيزر جاء وبعط لهم لزقوا بعط البلاستيزر بتلاقي بسير يدبخ أواني الشاي هدولة اللي بنعمل الكتل بتلاقي بالأخير يترب لو طلع البلاستيزر منه وين عم بيروح كياس النايلون أنا بخاف كتير من هدول الكياس السود اللي بحطوه بالمخبر بتلاقي بخبر السخن بحط لها بقلب الكيس خاصة لكياس السود هدول البلاستيزر هدول البلاستيزر هي واحدة بحطوه بالمخبر بحطوه بالمخبر بحطوه بالمخبر المخبرات المسكارة المسكارة اللي بتطول لرموج طب ما هي مضاف عليها ألوان هتطعت اللون الكحلي الأسود وهي الكميات من الألوان وكتير من الألوان حكيتين كل مرة الماضية حطوا صح البلاستيزر مايكروب هيك ملون أو كاسة بقلب المايكروب بتلاقيه بالتقطط طب ما هي بلاستيزر شو اللي تقطع فيها الألوان؟ بعض منهم أرمي تاليك أوكسايدز مثلاً اللون الصدى اللون الصدى اللون الحديد أحمر اللي موجودة في الكامين لوشن بتعطي اللون الأحمر عندكم الكابريك أوكسايدز بتلاقي المواسير المي الحنا فيها مرات بنزل منها إشي أخضر كبر فهذا كله ممكن واحد يأخده شوي شوي فكمان الميتلز هم مهلاً مهلاً إذن الأداتيب بشكل عام شو بيتاكل انتو كونسدراشن ونحكيت لكم زمان السلخاني الماي دزاستر السلخة بالثمانية وثلاثين كسببها التوكسيسيتي مش الدواء تسرف اذن تتذكر إنو التوكسيسيتي والفكسيسيتي أو أي أداتيب يجب ان تتذكر بيجرسوا ما حاطين البوليمر إنشان نركز على موضوع التوكسيسيتي ولمكز الدراسات الدوائية تحت وين الخزاين إحنا بنسمي المصنع بعدنا بتكونوا قولوا له مصنع وإلا ما بتعرف إنو هكذا نسميه إحنا بنسمي المصنع لأنه قادت شلي لما كان انبنت الجامعة وتأسست الكلية كان موقع لمصنع كان المفروض إنو نعمل فيها مصنع مصنع حقيقي نصنع للمستشفى لإخدام المستشفى للاسف ما نصر بتذكر إجينا نعمل دراسة قديش تكلفة كل الـ كل الأجهزة ما بتوصل مليون دينار بهذاك الوقت بالتسعينات كان طالع للترانسدرمال باتش وإجا واحد من أمريكا بيشتغل بالترانسدرمال باتش سألته أدي خط الإنتاج فقط فقط للترانسدرمال باتش كان الناترو ديم اللي طالع كان الـ 12 مليون هو خط الإنتاج تعلم شوني خط الإنتاج؟ يعني الخلاط مع البخروط اللي بيعلب البطحر مش عارف إيش اللابلينج هذا خط إنتاج من الـ من خط إنتاج لدواء واحد يكلف 12 مليون بينما لما تيجي على كل الـ فإحنا عم نحكي عن 1 مليون هذا عنا لأنه عندنا ضرائب كتيرة من جزء 12 مليون بره فإذن إنتاج يمكن أن يكون أكثر عالية للترانسدرمال وهذا نعكس على الـ سابقا لكن لما تيجوا وين المصاري بتضيع مش بالإنتاج بالبحث والتطوير فيه مصاري كتير عم بتضيع ميزانية البحث والتطوير عفكرا نسا فيه أكثر بضيع مصاري اللي هو الماركيتيج فإنتوا شوفوا مين بتروح المصاري ويقول تتوزع أرباح الشركات فجزء كبير منها بتروح على research and development فإذا إحنا قللنا الجزء بروح على research and development هون الشركات بتبلش تعملي بروفيت كويس الـ هاي حكينها عن الـ بجزء لأنه بداية كانوا دائماً يحكوا عن وهاي سلايدات ديمة شوي بس أنا خليتها لأنه بحب أبدأ بالـ زي ما حكيت لكم المستقبل هو الـ بعض الـ بعض الـ بعض الـ بعض الـ بعض الـ بعض الـ من الـ بعض الـ بعض الـ وغراع مباركة من عص عل2021 المباركة في العصار الع čفر خلني أرجع أذكركم بالLRESIDENCE TIME أعتقد حكينا المرة الماضية قولنا ال it So I take care of the player قةcm يعني amount released when the time و lum text detression amount is dissolve with times el deggeldation amount degraded per unit or absorption amount absorbed per unit معناته كلما زاد الـ time كلما زاد الـ bused كلما زاد المقام عشان نحافظ عليه شرطان يعم بتزيد الـ bused معناته كلما زاد الـ residence time بتزيد الـ amount dissolved الـ amount released بتزيد الـ amount absorbed بتزيد الـ amount degraded بتزيد إزا الدواء الآن إزا الدواء مش stable بدي أبدأ أخاف عالدواء لإن إزا زادت الـ amount degraded بتنزل buy availability. بس التلاتة التانيات اكتشللي بساهم وبرفعي الـ buy availability تفهم لذلك احنا لما نحكي عن رزنستان انا ما بدي انا بدي رزنستان المناسب للدواء يعني الدواء بدوب بسرعة 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 ليه اخره بالجي اي تي انا بدي اون ستوف اكشن سريعة بس دواء دواء ستيبل وما بدوب لا خليه يقعد في المعدة اطول وقت حتى يدوب اكبر كمية فرزنستان is important تعالوا نجعل رزنستان بالجي اي تي ليه دائما نذكر الجي اي تي بها باريبن لما انتبسك لزقه تحطها على جلد بتلزقها لأسبوع والان بدنا نفكر اكتر من أسبوع المهم انه يبقى البلاستر اللي عم بستخدمه يبقى دورابل اضايل لأسبوع طالما اشتغلت عليها الصح وعملت استعملت اذهيزة بوليما الاضايل ما في عندي مشكلة وعملت كنترول عليه بالممكن ان لزق لزقه لأسبوعين بس اذا بلعت اشي ما بقدر اتحكم في مسيره بالجي اي تي والمشكلة بالغورال انا احكيت لكم احسن روت وموست كونفينيانت مش احسن موست كونفينيانت هي الاورال لكن تعالوا نشوف المشاكل اللي تواجهنا بالغورال روت من اناتومي من بي اتش من انزانز من سيكريشنز من سيرفيس ايريا كله من ريزنستان كله باريابل طيب بل انا احبت الدواء اديش اكتعد في المعدة عمعدة فاضية اديش اخدتوها اديت درسوكم معده فاضية من نصف ساعة ايزاليكويد لا او ساعتين لا غاية ساعتين ومعدة موها ساعتين حكيوا صح ناخدها احنا بالفارماكو بيقنها ساعتين فالزي بدأ اعمل انا دراسة على الدراج ريليز بالمعدة بدرسها لساعتين على بي اتش اديش اتش اديش اتش اديش 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 شكراً لك شكراً لك شكراً لك فقط شكراً لك ماكل الغابط بس الريزنستين بالستومك القولون طبعا ممكن توصل لثلاثيه تتعرف ممكن رجي واحد عاصل يقول لك عنده تنسليبشن إذا تنسليبشن إذا بس إله ثلاثيه ماذا مش إشي مرضي لكن إذا إله أسبوع وفترة أطول نبدأ نفكر بالريال إذن ممكن يضل لغاية 72 ساعة لكن باعتبروا همين عملوا دراسة للريزنستين بكل ال جي اي تي لقيوا انه اعطوا الدوغس مادة مشعة و بعدين يشوفوها وهي عم تطلع من القولون من الركتام لقيوا انه على يعني بيبلش يطلع على الاربع وعشرين ساعة من الاربع وعشرين ساعة بيبلش يصير فيه المادة ليما خده هالشخص اوكي فاعتبروا انه لغاية اربع وعشر ساعة انا بقول انه اوثر اذفة اتفاق ساعة اتفاق ساعة انو لغيت اتناعشرة ساعة انو بعده بالجي اي تي صح ممكن اضلت تثنين تلاتين ساعة لكن اذا انا بدي اعمل دليفر السيستم ساعة ساعة بيضمت اذا عملتها اكتر ان 12 ساعة انا ما بضمن انو دليفر السيستم طلعت تماع اللي طلعت بدايتا اه على الـ 28 ساعة اللي قيو انو في بيضل 50% بيكون صار طالع شيء اشياء ايه بس انو اتناعشرة ساعة انه ما في اشي يكون ليسا طلع فاعتبروا انه رزدنستان بالجي اي تي 12 ساعة وهذا قليل قليل لما اجي اقول انا لزقة بقدر احطها لا اسبوع اجي اقول لك الان دليفر اساسم بس هلا تقولوا اللي في كتير ادوية بعطيها اورالي وبتضلها لمدة عشر تيان بالجسم هاد بالدم اوكي هاد بالدم انا عم بحكي ريليز عم بتم بالجي اي تي اوكي هلا نرجع مرة تانية اذا تدوى امتصاصه باسف معنى اك رح يمتص من المعدل من السمول الديستانس سمول الديستانس دور اوكي اك رح يمت الصحابه Emb когоجي دعون ا Ved visual جدا لعيد ان السمول الديستانس دور اك unstable لكن اذا تدوى امتصاصه Active معنى kur tweedeeng علم بisation كيف تكون nett name مانتصاص لاردا البقاءะ بالاسمول دور الملتعد ليتواوا التصالي بالجودينام أو الجودينام بالجودينام بالجودينام وشوي من الجودينام هلأ لو أنا حامسة الماء وما رأى في من هون للأخير هلأ إذا نخرج أنها في مصرف لو إجيت مساكت السطل ودلقت كله هون ودخلت المصرف على الأوضة صح صح ولا لا؟ بس إذا أنا ماشي برش شوي 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 اللي هون دخل واللي هون وين راح؟ عالكبب فمعناته إذا الدواء إذا الدواء عدى إذا عدى الويندو هذا كل شيء سيطلع بالمعركة مع الفضلات الجسم إذا معناته ما استفدنا منه فمعناته مش بس الريزدنستان الريزدنستان وإذا عندي أبسابش الويندو طب أسألكم بعد هذا الكلام إذا إحنا عندنا الدواء بفضل بدي أخذ مودل درق بدي أعمل أورا وبدي أختار مودل درق يعني أنا عندي سيارة صنعت سيارة بدي أجيب حدا مودل أو يسوق السيارة بجيب واحد شاطر بالاسواق ولا واحد يعرف يسوق تتفرجوا كل الأشياء الموجودة بالسيارة مش هي؟ طيب راح أجيب واحد حرر في السواق مشان نفرجينا كل ويسوق السيارة فالآن أنا بدي أختار مودل درق تختاروا المودل درق يكون اكتب لي أبسورب ولا باسب لي أبسورب طبعا باسب طبعا باسب عشان نقدخل بمشاكل الاكتب لي أبسوربشن فرح أختار الاكتب لي أبسورب فمعناته إذا كان الدواء اكتب لي أبسورب رح تدخل معنا مشكلة تانية كيف أني أحسن امتصاصه أو أزيد الريزدنستايم عند الويندروب حسنا النقطة اللي بعدها نقطة اللي بعدها نقطة اللي بعدها نقطة اللي بعدها هدا رح يجيبنا على السلايدين اللي بعدها رح أعطيكم أمثلة عن بعض الأدوية اللي مش كتير متصلح لل لكن أرجع أذكركم انه هدا اسمهم معناته بكل خطوة في منهم يعني اللي تشلنج هون مثلا كيف أزيد الريزدنستايم بالجي اي تي فإذا معناته بقدر ألخص سنة اللي تشلنجز بالجي اي تي إنه أعمل دليفر سيستم ذات السوتابل مع كل التغيرات اللي نصير بالجسم بالجي اي تي يظل يعطيني امتصاص أو صصيل وهدا الحلو التشلنج اللي تشلنج التاني كيف أزيد الريزدنستايم اللي تشلنج التالت أكيد كلكم رح تقولوا للفرست باس ميتابوليزم اوكي إذا ثلاث مين تشلنجز ثلاث مين تشلنجز أو ثلاث مين تشلنجز بنترجمهم الى تشلنجز ثلاث مين تشلنجز مش سهلات مش سهلات منقب بسوتابل هلأ أشوف بعض الأدوية اللي بدأ لكم هي إذا دوا موجود بالسوق ومعندوش مشاكل أسبيرينو هايو بالسوق ومعندوش مشاكل ليه أعمل منه كل الناس بداخل بل بيع في مشاكل الجديد صار يعرفوا بابي كريسسن رونش عارفة الجديد صارت هاي شغلات تدخل بس زمان ما فيه اشي ليش نعمل كنترول دوليزة عاملين منه عاملين منه تعرفوا الامين هلأ تجي بتقول إذا ما فيه داعي طبي اني اعمله وصار سين دوليزة ممكن ما فيه منه جدوى علمية ولا اقتصادية ولا شيء ليش اعمله كتير من الشركات بيكون الهدف وراها تجاري وليس علمي لكن بصيروا يقنعوا العالم والناس انه هذا اشي علمي لكن بيكون هدفهم انه والله ما بنبع دواي بدي احاولوا لفورم تاني انه ينبع بس حقيقة انه ما فيه داعي في بعض الادوية بتجيب مشاكل كتيره التصنيع فيها بيكون صعب فما فيه داعي اورط حالي فيها ونحنشوف مين الادوية اللي لها بعض المشاكل بعض المشاكل ليست كل المشاكل ليس كل المشاكل مثل الانسولين بعد ما شفنا كيف الانسولين ما بدو ساسترليز فكل هدول اللي انتو شايفينهم انهم حلول كلهم نزل انهم حلول هذا سلايد قديم وكله صار انه حلول لكن لا يزالوا مين لذلك بعدنا نذكرهم لو واحد منهم التغى كان شطبنا كلهم لا يزالوا مين ويجب ان يكون هناك انا عم بعطيكو امثلة هذا مش حصر ما حصر تلكم بهادول وكل ما يطلع ديزاين جديد بطلع مختلفة ويجب ان نراحل الادفانتج والليمتاشن لكل رود في الدنيا ويجب ان نراحل الادفانتج والليمتاشن لكل ديزاين من الديليمتاشن من الديليمتاشن خلينا نروح الان الان سلايد اللي بعدو اللي بحكي لنا مين دواني أنا بحاول لأمسكه الطريق بطفها اوك ايش اللي حاول هلأ كان شوف مين بعد الأدوية اللي تعتبر difficult to formulate and control تملش بأول نقطتان الأدوية اللي إلها very short half life والنقطة التانية الأدوية اللي إلها very long half life طبعا أنا ماقول أنا short to long ما بنفع هذا الحكي لازم تقول لي قديش الشورت وقديش long half life انتو بتعرفوا إنو الhalf life للأدوية تتراوح ما بين ساعة لغاية 20 ساعة 21 ساعة ما تقول لي فيه أشياء أطوى بس إحنا منحكي عن average ال average هلأ مين اللي منعتبره short half life مين اللي منعتبره long half life وين بتفدأ وين نحط إحنا الحدود للفاصلة هلأ بقولكم الأدوية اللي إلها short half life أقل من ساعتين رح تعملي مشاكل هلأ مشو شو طبيعة مشاكلها والأدوية اللي إلها half life أكثر من 8 ساعات كمان رح تعملي مشاكل لكن من نوع تاني معناتو بصفي إذا دواي انتو لاحظوا شغلها لا بس نخلص هدولة هدولة فيهم مشاكل لو قلت لكم شو صفات الموديل الدراج هي عكس في هدولة بشوفوه معناتو مين أحسن دوا إني أعمل له control release ياللي إلها half life تمع مش معناتو ما بقدار أعمل لدوة half life أطويلة مثلا إحنا عملنا التامسوليزيين عملنا half life لإلو عادتو قد 16 ساعة وسألوا طيب ليه عم تعملوا له ليه طيب مش شطارة مش منا روح يشوفوا هاي كل العالم فيه منازل منه patches ترازدين مال patches ليعملوه حكيت لكم شان يلموتو الكايماتيكس الفايل بريدون أعتقد أطول أعتقد الفايل بريدون 18 ساعة و 20 ساعة لها half life بس مشكلته بالكايماتيكس فإذا إحنا مضبوط الرليز بنصلح الكايماتيكس تبعته أوكي والفايل بريدون اللي هو الميتابولايد تبع ريس بريدون صح؟ أنتو يا جماعة الميديس إنا صح؟ أوكي صح مضبوطية أوكي فبدل ما أستنى الإنزام إذا تحوله أنا بعطي الأكتب الميتابولايد ترى سألونا سؤال ليه هذا الدواء له half life طويلة ليه عمالكو تعملوه مش معناته إذا الدواء مسكول هون ما أعملوه معناته فيه challenge قدامي والchallenge كبير خلينا أبدأ بالlong half life إنتو بتعرفوا إذا الدواء إذا الريليز بطيط شو بيصير بالإلمانيشن؟ بطيط بل يكون بطيط طب إذا حصل side effects لدواء ريليز بطيء إلمانيشن بطيء جدا وصار عندو side effects شكرا 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 سيكون عمالكو مضبوط لتعرفوا side effects فلهذا السبب كلما كان half life لدواء أطول كلما دخل بمشكلة إنه ما سيحدث إذا صار side effects أوكي؟ نجي على الأدوية اللي short half life الأدوية اللي short half life الأدوية اللي short half life إذا أنا بدي أعمله لـ 24 ساعة كم ميلي جرام بدي أخط فيه؟ كم ميلي جرام من بلعش إحنا عنا البنادول أبو الألف صعب نغلعو بعمله بسير elongated وكتير ناس بتشكي إنه عم متعلق الحب هون طب فلاش أعمله 24 ساعة؟ خدنا أعمله 12 ساعة كمان ألف وميتين كبيرة دعونا أعمله ست ساعات طب ست ساعات شو استفدت؟ أوكي مزوط ست ساعات بس أنا جزة فدت أتعب حال وأعمل ديزان وشان للأخير أقوم بالليل وأخد جرام إذن إذن الفكرة منها إنه كلما كان الـ half life صغير you might end up with a large dose large dose مشكلتها الـ formulation تبعها رح يكون صعب الـ administration صعب ما بتجي بتعمل له المريض بطيخة بتقوله بلعها أوكي؟ فزي ما حكينا سابقا إنه الـ dosage form لازم تتناسب مع الـ administration إذن رح يسين صعب طب تعالوا نقول إذا كان الدواء بلاش يكون 100 ميلي جرام خلينا أخد دواء عياره 10 ميلي جرام والله هذا العشرة لو رحته فينا 48 ساعة تثبت؟ تثبت بس إيش مشكلته لـ 10 ميلي جرام؟ potent خاف نخاف من دوث dumping أكي؟ لذلك الفكرة منها إنه كلما صغر الـ half life كلما كان الـ dosage form ده تطلع معي كبيرة كلما كانت كبيرة بيصير الـ control مش الـ control الـ design تبعها أصعب أمكي؟ وهي بتنطبق كمان على نقطة أربعة لنفس السبب drugs in large doses ما بتقدم نعملهم مـ control release تعالوا على الأسبرين الأسبرين عملوه لأنه عياره أقل بس الفاندول عيار الألف صعب أبلعه أجي أعمل الآن الفاندول ونشتغل عليها 0.4 أو 0.5 ميلي جرام بردين هاي الدوز اللي عم نشتغل عليها لأنه بصلح للـ potent فارح أفكر إنه والله للـ potent أحسن إشي لـ transderm ما إذا بقدر أمره الدوز قليلة بمر بفيش دوز dumping إذا الـ anti-vite 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 ايش هو؟ بلدود دوز بلدود دوز بلحة صعب بلحة صعب كترف لش عملوا الـ aspirin سيت أعلق عليها الـ aspirin لمشا من الناس اللي عندهم روماتويد أرترايتس كترف الواحد بيقوم الصبح وما فيهوش إشي بقوم مكسر فما بالكم واحد عنده روماتويد أرترايتس ما بقدر يقوم عن السير الصبح فلازم يقوم بالليل ياخد الشرعة بالوقت حتى يقدر الصبحي سيحب فعملوا لهم الـ long-acting الـ panadol بس إنه أكتر من هيك بيصير كتير صعب تعمل الـ design عليه الـ anti-vite أنا حقيقة نحب أعملها لأنه كتير فيه resistance للـ للبكتيريا فأيثوت إنه إذا نعمل control على الـ concentration لأنه نعطيه خلص يغطي كل الدوزج فورب هذا سيكون جيدا أنا ممكن نعمل parenteral لمدة أسبوع بس parenteral invasive بيصير نجل لـ من تقليل من تقليل خلينا أحكي كمان مثال تاني أورل أورل بيقولكم قاعدة إذا تقليل دعوى أكتر من 500 مجرام بصير كتير اللي صعب اني اعمل كنترول من الاورال. زي البانادول. عملو حبتين. بس اكتر انهم حبتين بصير دك الف وخمسمية ما بتنبلغ. ما مرودين بلغ. اوكي? اه ممكن اقول للمريد ابلع حبتين. بس حبتين بصير الدوز ضاعفة. بصير الاموت الموجود بجسم اكتر. ريت. ازا اه الا ازا هم كنترولد بحد انو يطلع نص الكمية. مين في عنا تعتقدوا انها مناسبة لالادوية اللي لها شورت هاف لايف او لارش دوززز. او لاش اعرف. مون حكا؟ بدوو يضل بالمستشفى او لننفح انها الباكال بالعكس الباكال شو توسع لا توسع. احكيكم شغلة الادوية. الادوية ما كان فيه اعتقد انه ما فيش الادر للادوية صعب نعملها اوديتي لانو ما انتشفت بتعب التوم جيب حبة بنادول حطها بالتوم خليها تشفت بتعب التوم يعني فيه لمتيش لكل روت إلها لمتيش المختلف عن التانية بس مين من الروت واو اصغر لسا انا تبكر قلت لها صغيرة اكتبا يعني تطلوا عالاريا حكيتوا شغلة دواء دواء لما قالت بكر قلت لها صغيرة والأنف الترانس ديرمال يا جماعة ما نفعت هالقدي كبر اللزقه طرى الحلو بالترانس ديرمال هلا اذا عم تعملوا تابلت او اي اشي تكون تحطوا الدوز بقلب حجم محدد صح؟ انا احكيت ان اللارج جوز لا نعملهم حسنها بالقفية امتصاصها امتصاصها مشكلة بس انا عم بحكلي لا اذا بدي احسن ليه ما يعملوا نيدل اصغر من حتى حجم هصغير بس اشان تشترك في مايكرو نيدل صحيح نعم حسنا حسنا عاملينهم زى كيف البعوضة ما بتوجع نهائيا ابدًا مبداً ما بحث فيها المريض بس هي عبارة عن صف من الابار تخترق الستراتان كورنم مين الترانس ديرمالي حلو فيها انه انت بتعملوا الريليز لازم اضبط الريليز بهاي التابلت بس مثلا عشان اضبط الدوز اللي بتدخل على الجسم بس اذا انا عندي ترانس ديرمال وانا عندي باتش عشرة سنتيمتر مربع الايد انو الباتش بتعطيني نص الدوز تبعت اليوم بعملها عشرين ما كفت على ايدي برزقها عالظهر اوكي والحلو فيها انو بتقدر تلسقها انيوير بالجسم لانو بتعتمد على الريليز ولا الامتصاص صحيح هتقولولي الامتصاص من هون مو زي الامتصاص من هون ولا من الظهر بس احنا بيعتمد على ايش الريليز ولا الامتصاص الريليز فمعناتو مو زي الامتصاص اوكي فاذا لما نحكي عن الترانس ديرمال يتذكروا انو عنا اخر ادفانتج ايش هي انو رشلتها بالفور لا شورت هاف لاف درقس خلينا نقول لان الله اشخاص انو ندخل بموضوع الامتصاص هنقول شورت هاف لايف درقس اوكي ممكن يكون شورت هاف لايف عياره عشرة ميلي جرام خصوكي اوكيчивا اتفال ترانس ديرمال واحدة لها هي ShaytaPenit مع جودات الانتبوسه متعظوهما انو الانتبوس الانتبوسه الانتبوسه قلنا الـ Potent Drugs، ليش الـ Potent Drugs صعب أعملهم؟ بنيت دورتهم، جيد. Fooly Absorbed Drugs إحنا حكينا إنه التركيز الدواء بالجسم controlled by الـ Absorption ولا Release معناته Release لازم نكون أبطأ من فإذا الـ Absorption كان كتير قليل شو بنا نعمل الـ Release؟ فمعنات الأدوية اللي إلها فور أبسورشن رح تعمل لي مشكلة طب ما إحنا حلناها بس لازالت مذكورة لأنه مش معناته بدي أدخل بمتاهة طويلة عدنا مرة 6 شهور وإحنا ندور عـ Absorption Enhancer حتى نلاقي الـ Absorption Enhancer يلي بيمرئ الدواء وما بيعمل لي مشاكل ويلي بيبقى Reversible واتبهوا للـ Concentration مرات بنحط مرات بنحط من Absorption Enhancer منشان ما أوصل لتركيز عالي لأنه لهم Synergistic effect بيمرئ الدواء هلأ هاي ما بتنطبع عكل الدوزيج فورمز عكل الدوزيج فورمز عكل الدوزيج لكن إذا كان الدواء السوليبالي تبعته كتير ضعيفة تعمل لي مشاكل باختيار الآلية تبع ترليس تبع الدواء يعني الدواء السوليوشن تبعه كتير بطيء ما بادر أحطه بـ Diffusion Control System دفع نحكيكم لو جب كاسة ماء حطت فيها وحطت مصمار مصمار منتل المصمار من هون لهون؟ ليش؟ لأنه ما داب فإنه يجب أولا تضع فحطت يصير عندي تحصيل لونه يمكن تلتقل مصمار مهما داب سعر عندي سيان صعر عندي سيان سيان فإذا دواء تبعين السوليبالي تبعته كتير قليلة ما رح ينفع و أيما ما مقدر أعمله تishops فبدي أدور على الآلية تانية وبجوز تلك الدفع الأخير من أسهل الذين نشغل فيها فبدي أدور عالي هو تبع بعض الدواء كنا Til 또 على أوزموتيك بريشر. رأي أحكي لكم عن أوزموتيك بريشر. في طالبة ماجستير اشتغلت معنا على البالبريدون. بتشغل كانت في شركة أدوية موجودة بعمال. سمحولها انها تشتغل بعمال بالموقع اللي فيه. بس بالشرط انه تاخد البالبريدون وتحاول تعمله زيرو أوردر ريليز. زيرو أوردر ريليز كتير صعب إلا إذا رحنا للأوزموتيك بوب. الأوزموتيك بريشر بيعمل زيرو أوردر. الشركة ما بدها أوزموتيك بريشر. تعرفوا ليه؟ لأنه الشركة الأصلية عملتها أوزموتيك بومب. وتصنيع خط الانتاج للأوزموتيك بومب كتير أصعب بدهم بايداريك كومبريشن. قالوا بدنا التابلت نصنعها بأرخص إشي. بتاكلوا بوسيطة انه نخلطها المواد اكبس اعمل. تصعب. We did something مع البوليمرز. We managed بس مشت انه نحصل على كنترولد ريليز. بس مش. أنا قلت لها قلت لها إنسي زيرو أوردر. بس قلهم نعملكوا زيرو أوردر. إحنا منعمل دليبر سيستو منحاول نعمل عليه كنترول بغض النظرش بيطلع معنا للأخير. بدهم يكملوا يكملهم. لأنه قديس صعب انه اعمل زيرو أوردر. اكي؟ إذا بيعمل بيعمل للميتيشنز على الرليز. مش بس الرليز كمان بيعمل بيعمل للميتيشنز على الانكوربريشن في بعض الكاريرز. هاي حكيناها المرة الماضية هاي النقطة. Drugs undergoing extensive first path metabolism. تذكر حكيناها باللميتيشنز. شو السبب؟ saturation معنى the older jug will end up degraded. تعونا أخد مثال nitroglycerine. كم زرعتهم؟ سبعين. قدي؟ لا لا. كمية قليلة جدا. مليجرام صحيح. مليجرام. قليلة جدا الدوز. طب. الـ nitroglycerine بنعطى أورا لي؟ سبعين. سبعين. أوكي. ليش ما بنعطى أورا لي؟ لانا بسمله extensive metabolism. هاي الـ nitroglycerine. بسمله extensive metabolism. عطيناها sublingual to avoid first path for fatigue degradation. بنتخيل الـ nitroglycerine. جرعته قليلة رح يسمله dilution. dilution كمانا. هاد رح يعمل concentration قليل جدا 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 جدا. غير عن الـ degradation اللي رح يحصله. فالدوة اللي extensively metabolized بيصير صعب. وهذا حكيت لكم هي الـ major limitation الثالثة من oral drug delivery اللي هي first path degradation. سواء بالـ liver مرات في المعدة بصير الـ degradation. acidic degradation. مرات بالأمعاء. مرات في جدار الأمعاء. يعني إذا نفد من المعدة نفد من الـ small intestine في enzymes قعدت له بجدار الأمعاء. فهذا كله بيحطين للدواء. فالدواء إذا كان extensively metabolized بحيصير it might end up all degraded. you cannot saturate the enzymes. إلا إذا بدأتوا الدوروا لنقاد في الحل في حل. الحل الأول إني قعدت enzyme inhibitors. حل الثاني أو competitive inhibition. الحل الثاني إني أعمل الـ product design. الحل الثالث غير الـ root. ما أضل عندي حلول. والـ design inhibition كل الشي بدخل بالـ site chrome على الـ site chrome بخرب الدنيا بشير. أصلا تلت الـ بعكة داخلات الدوائية من وراه. أكتب لـ absorption مودر بخرب الدراسة الحكيوانا بعد أجول كل الشول من ما محملها أو ما؟ طيب هاي النقطة و هاي النقطة شو تختلف عن بعض؟ ؟ ولكن تأفت الـ lead shrom هاي و هاي شو تختلف عن بعض؟ طينا قلأ هون؟ ? actively absorb drugs may pass quickly and not be absorbed insult amounts from GIT Drugs that have absorption window شو دخل؟ طب هي Actively absorption للها Am I repeating myself? Am I repeating myself هون? طيب ما هي اكتب دي ابسور بيان قولسين يعني اكتب دي ابسور شين وندو طيب ليه حطينا ابسور شين وود رزوت نفس الكلابس ليش حطيتها بجملتين بتاعنا اططلع على الابسور نتفعنا عليها صح؟ الابسور شين التاني المين اللي هو الباسف هلا فيه من البورز فيه فاسيليتت ديفيوجن خلا ناخد الام الباسف ديفيوجن الباسف ديفيوجن بنتقل من هاي كونسندريشن لالو كونسندريشن شغال من اول الجي ايتي لاخرها ماشي؟ حتى الوريال كابيتي يوجد فيها حتى البقل يلع مننا بقل تابلت مشان نعمل امتصاص من البقل دي احكي عن السمول انتستنس هلا الدواء كيف بيمر من قلب السمول انتستنس حسب الديفيوجن خلينا اطلع على السمول انتستنس اتخيل لها مثل المنخل اوكي وفيها ثقوب هلا قبل ما احكي عن الثقوب الدواء من وين يمتص؟ هلا بنطلع من الغرفة بنطلع من الحيطان ولا من البواب نعم نعم لا معناته الدواء عنده طريقين يا يمرو من عبر الخلايا فاذا كان لايبوفيليك تتكين من الحيطان بس اذا كان هايدروفيليك بدي يمر من البواب والشبابيك هلا الان بيعتمد على ايش؟ اذا كان لايبوفيليك بيعتمد على نعم اذا كان هايدروفيليك بيعتمد على ايش؟ اذا واحد اكبر من البواب والشبابيك بقدرش اطلع من القوضة الحشر جوه طاول الكبير مبادر اطلعها اذا ما كسرتها فمعناته بيعتمد على السمول استعانوا الان نطلع على دواء واتر شولي بال وانه سيز معين ونتخيل الامعاء مثل المنخل الاخزوء بالبداية كتار وكبار وكل ما نزلنا لتحت الثقوب عم تصغر وتقل معناته شو بصير بامتصاص الدواء؟ رح يوصل لحد معين بالنسبة للسيز هناك كبير مبادر يعني اكبر من هذا السيز وكبير مبادر فرح يوصل لمنطقة ما يعود يقدر يمتص فهون دحلنا احنا ب هذا مش اكتف هذا مبادر لكن صار الويندو هذا اللي مقصود يشرب لي حالا ومن هون بقدر انا استفيد من هاي المعلومة وعمل قولون تاركت الدليفري مني احكي لي كيف؟ يلا تعني استفيد منها نعمل ديزاين هون يلا فكر بدي استفيد من النقطة هاي وامل قولون تاركت الدليفري بلسابت وهذا اللي عملوه بمين؟ بالبرودرات بالأوثى سالسين بيعملوه لارش وببولر بحيث يكون أكبر من اي فوقه باي دور اي باب مختوح بالجي اي تي وببولر مشان ما يمر ميطر التانية طب لما يوصل على القولون كيف دو يتكسر؟ بيبقى برو دراج بدي اعتمد على اشي موجود بالقولون يكسر اللينك وعادة بيعملوها ايزولينك لانو بتعرفوا انتو القولون فيه مايكروفلورا مش موجودة فوق موجودة بس بالقولون والمايكروفلورا فيها ايزولدكتاز بتقدر تكسر الازولينك فبنكسروا بالقولون بصير عند ريليس نفس الاشي الكاربس عادة بتاكل الفواكه قبل الاكل ولا بعد الاكل انا بدي اسمعت كلكم جواب واحد عفكرة اذا اكلتوا اي اشي كاربوهيدرات بعد الاكل بتسيبكم عجايب عجايب بتصيبكم لانو وين بتكسر الكاربس الميكروفلورا بتتمدى عليه فبتلاقي صابو نفخ الواحد وتعجب قبل الاكل مشان يسهل يطلع ما يضلبش جسم فترة طويلة لانو بتخمر فرح نستفيد من هاي المعلومة ونعمل الميكروفلورا من البوليساكرايب مشان نعالكولاوتار اوكي اعقدكم الان حنس لقدانشو اشتركوا